اشتركوا في القناة الدراسة بتستفزنا بتعصبنا بتكون عكس توقعاتنا او مبادئنا او عكس ما احنا منتقبل ان الناس تتعامل معنا او تفكر فينا لكن هل ما اقول انه انا كل تصرف ارد عليه بعصبية وتهجم وعنف وعدوانية اكيد لا طبعا المفروض انه احنا نتحكم بعصبيتنا بس هل احنا راح نستطيع نتحكم بعصبيتنا هو يابدنا حل لحتى نحط حد لمسألة العصبية ونضبط حالنا عند المواقف اللي بتعصبنا وتصير حياتنا اسلس مرنة اكتر واصلوبنا راقي اكتر وناضش ايضا بالتعامل مع مختلف المواقف ومع مختلف الاشخاص من مختلف الاجناس ومن مختلف العقليات ايضا والثقافات لهيك موضوع فقرة تحلوها اليوم ببرنامج هوانا الوطن راح يكون بعنوان التحكم بالعصبية ما اضفتنا الان داخل الاستوديو الاستاذة سناء عيسى وهي مستشارة نفسية وخبيرة تربية بالحب اهلا وسهلا فيك ويسعد صباحك وكل اوقاتك صباح الحب حبيت كتير مسماكي الوظيفة ادي احنا عن جد بحاجة انه نربي اولادنا بالحب وعلى الحب اكيد اكيد بحاجة وبحاجة ماسة جدا لانه الكبير قبل صغير عم بيفتقد الحب ومن الاشياء اللي عم بشهدها هلأ في زيارتي الاردن وفلسطين انه الناس يعني الفلسطينية تحديدا كتير بحبوا ولادهم لكن الحب مش واصل للطفل مش واصل للاخت مش واصل للاخ لانه الكل بيعتمد على اسلوب انه انا بمزح ما انت عارف اني بحبك مش مهم شو بحكي مش مهم شو بعمل مش مهم اذا بتنفتر اذا بعصب اذا بصرخ حتى اذا بضرب مش مهم ما انت بتعرف اني بحبك وهذا الحكي مش صحيح لانه الحب ما بيوصل اذا كان راكد جوه القلب الحب بوصل عن طريق التفاعل عن طريق التعبير عن طريق التقبل عن طريق التعبير عن طريق احترام مشاعر الاخر احترام رأي الاخر احترام شخصية الآخر اختيارات الآخر كل شي بيخص الآخر أنا لما بحترمه فمعناته أنا عم بوصله أني بحبك واحتواءه أيضا يعني طريقة التعبير للحب هي أكيد اللي حتوصل للحب أكيد أكيد ما بكفي أني أنا بس في قلبي أحب أو أني أخاف عليه لو سمح الله لما يمرض أو يصير له إشي أكيد يعني إحنا هيك دخلنا على مجال عملك وهذا يمكن بده فقرات لحاله وطويلة جدا إلا أنه اليوم إحنا موضوعنا رئيسي هو التحكم العصبية وكيف نحل هاي المشكلة بداية السؤال بيكون هل إشي طبيعي أنه أنا أتعصب من أي موقف هل إشي يعني بعقلية البني آدم بطبيعته أنه هو يعصب أو ينرفز على إشي معين هو مدايا المفروض لا هو شو اللي بيصير إحنا فيه عندنا أجزاء في الدماغ في الجزء المنطقي الدماغ المنطقي والدماغ العاطفي الشخص اللي دائما منفعل فهو مفعل الدماغ العاطفي ومش مفعل دماغه المنطقي كمان في عندنا شغلة بعلم النفس اسمها حالات الإيغو من مدرسة Transactional Analysis وهي بتقول أنه الشخص بيكون في ثلاث حالات مختلفة حسب الموقف يا إما حالة الأهل أو الطفل أو الراشد هلأ مش شرط أنه هو بعمره العشرين أو الثلاثين أو الثلاثين يكون طفل لكن بيكون يتصرف من منظور الطفل فبالتالي الشخص اللي دائما منفعل ودائما معصب تقريبا مثل اللي عمره سنتين ثلاثة سنين أربعة سنين الطفل منشوفه يعني إن شاء الله خدتي منه حبة شبس بتلاقيه برمي البكات وبرمي حاله على الأرض صح ولا لا إذا أبوه طلع من البيت وتركه فبصيري خابط وإشي فالطفل بتصرف من دماغه العاطفي لأنه لسه المنطق عنده ما كتمل فالشخص البالغ لما بتصرف بهذه الطريقة في علم النفس احنا بسميها عم بتصرف من حالة الطفل هذا مش معنى أنه هو مش ناضج أو بيحتاج نضج هذا معنى أنه هو مش مفاعل مش عامل اكتيفاشن لحالة الراشد اللي عنده بعقنا طب ممكن الجلوس على الهواتف أو السوشال ميديا أو بشكل عام التلفزيون لساعات طويلة والإنترنت لساعات طويلة يأثر علينا بأنه نصير عصبيين أكتر يعني متل ما منشوف الأطفال اللي بلعبوا مثلا ألعاب الببجي أو الألعاب اللي متل هيك بصير في عندهم حالة من النرفة زي لدرجة أنهم ما بتحملوا حد يمرق من جنبهم هم بلعبوا هالألعاب هذا أكيد بيوتر أكيد بيوتر بس مش هو السبب الأساسي للعصبية اللي بشوفها والعنف اللي بنشوفه هون هذا العصبية هاي سببها أن الطفل من هو صغير ما تعلم كيف يحتوي هاي المشاعر وما حدا أعطاه هاي التجربة فالطفل لما يكون كتير صغير ويعصب ولما يكون سبع سنين ويعصب ولما يكون عشر سنين ويعصب بالعادة الأهل شو بيعملوا بيوبخوا بيبهدلوا أو بيحاولوا يراضوه فما صار تعامل صحيح مع هاي المشاعر فاتخزنت جوا يعني حتى لو عبر عنها بصراخه العصبية ما تعلم مهارات ضبط النفس ما تعلم مهارات التعبير عن طريق الكلام شو الصح بالتعامل إذا كان عندي طفل عصبي أنا كيف أتعامل معه وأخفف من عصبيته وتصرف الحكيم يعني بلحظتها تمام هلا أكتر الناس أو حتى 100% من الناس ما بتتقبل شعور الغضب يمكن تقبل طفل حزين أو تقبل زوجي هو تعبان وهو يعني مثلا محبط ممكن أطبطب عليه بس يجي معصب ويصارخ ويغلط أو يكسر أو الأشخاص اللي غضبهم هادئ اللي بس يعصبه كتم بعد أيام وهو ما بيحكيش والحرق ما بتفعلش مع الآخر ما حدا بقدر يتحمل أو يتقبل مشاعر الغضب فأول شي بنا نعمل أنه إحنا نبدأ نتصالح مع هذا الشعور الناس كتير بتخاف من شعور الغضب وكتير بتنفر منه فكل ما إحنا نفرنا منه وخفنا منه هو رح يزيد إحنا ما نتقبل ومش نرضى إحنا ما عم نقول عن سلوك الغضب سلوك الغضب هو السلوك اللي بنسلكه لما نحس بالغضب يعني أنا إذا بعصب بدي أصير أكسر أخبط أو أغلط أو أهين أو كذا هذا سلوك إحنا بنحكي عن الشعور إذا أنا الشعور نفسه تقبلته فأنا بقدر إني أصبر لأهدي حالي بعدين أحكي إذا تقبلت شعور الغضب عن طفلي ما اعتبرته قليل أدب ولا قليل ترباية هو عم بيمر في حالة انفعال إحنا قلنا أنه بيكون مفعل دماغه العاطفي فالمنطق مش شغال عنده فأنا أبدأ عدد أقول له خلاص بعدين بتروح مرة تانية تكسرت لعبتك شو صار منجيب لك غيرها هو مش في نجيب غيرها هو هلأ في مشاعر فأهم شي نحكي معه بلغة المشاعر يعني ما بقدر أحكي معه بلغة المنطق وهو دماغه المنطقي أصلا مش شغال نهائيا فأفضل حال أنه نحكي بلغة المشاعر شوية تعاطف مباين عليك كثير مزعوج طبعا حسب درجة الغضب عنده مش رح أحد أقول أنت مزعوج هو بدين فجر فممكن يعني أقول كلمات توافق حالته فبالتالي بيكون فيه مراعاة لهذه المشاعر نعم هو المشكلة بتصفي أنه إذا الأم والأب كمان عصبيين يتعامل معه بعصبية أكتر لما هو يتصرف سلوك عصبي فهنا المشكلة بتزيد وخلاص بيربع على هاي العادة وهاي السلوكيات هي فعلا سلوك مكتسب على فكرة العصبية هي سلوك مكتسب طب ممكن يكون فيه إليه إشي متعلق بالوراثة لأنه فيه ناس أو عيال لعننا مثلا منقول خلقهم ضيق يعني بالعادة هم هيك طبيعتهم والله ما مر علي ولا بحث في علم النفس أنه العصبية وراثية لكن هي سلوك مكتسب سلوك مكتسب أو ضغوط ممكن الشخص يعني خلاص بؤجته تعبت فل مش قادر يأخذ أكتر مش قادر يتحمل أكتر هل صح أنه إحنا إذا شفنا الطفل المعصب نتركه يعبر عن غضبه وعصبيته بالطريقة اللي هو بحبها يعني الصح أنه إحنا نتركه أو لازم نضل معه ونتعامل معه بطريقة معينة الجواب مباشرة صح ومش صح يعني صح أني أخلي أوكي هو عم بيمر في حالة انفعال وغضب فخلاص يعني عنده مشاعر فالمشاعر قلنا متقبلة لكن مش صح أنه مثلا يضربني أو يغلط علي أو يكسر فأنا ممكن أقرب عنده بتعاطف وقول له أنا شايف أدي أنت معصب أنا شايف أنك مش طايق حالك وبدك يتكسر مش مسموح تكسر الكاسات والسحون بتقدر تضرب المخدة أو مش مسموح تضربني بس تقدر تفضل هاي مخدة فيش قلبك عليها أنا ممكن أحضنه كمان وهون بتصفي التربية بالحب كمان أكيد طبعا من الأشياء اللي مدرب عليها بدوراتنا هو الحضن ووقت الغضب بس منكون مخبرين الطفل من قبل أنا ممكن تسوي عنده ردة فعل عكسية إنه هو هادي في وقت عادي منقوله ماما أنا لما شوفك كتير معصب رح أحضنك لأن الحضن أصلا بيخلي الدماغ يفرز هرمونات الحب والسعادة والاسترخاء فبتساعد كتير في عنا حتى وضعية معينة إنه تقاعد الطفل في حضنك وضهروا إليك بعدين إجريكي بتلي فيها إجري وإيدك بتحطيها عند حنكه هون وإيدك الثانية على صدره هاي بتهدي أصلا الجهاز العصبي عنده هاي بتنفع مع الأطفال الصغار تحت السبسنين هل ممكن يكون في أسباب للعصبية الزائدة يعني أسباب جسمية نفسية أو صحية يعني خلينا نحكي هلا أسباب العصبية بتختلف من شخص لآخر يعني منها الضغوط منها الصحة منها التراكم يعني تراكم المشاكل منها الوضع المادي من أسباب العصبية إذا بدك بشكل خاص في التربية اللي بتخلي الأهل يعصبه الخوف كتير بيخافوا بيخافوا أن أولادهم ما يكونوا مثاليين بيخافوا ما يجيبوا تحصيل أكاديمي عالي بيخافوا ما يكونوا ناجحين ويفخروا فيهم بالمجتمع بيخافوا أن هالبنت لصمح الله سمعتها تنمثل بسوء بيخافوا أن الشاب يروح للإنحراف مثلا فبتلاقي أغلب عصبيتهم على أولادهم من منطلق خوف تمام إحنا حكنا على العصبية عند الأطفال وكيف نتحكم فيها وبتصرفاتهم وقت العصبية لكن عند الكبار وعند الشباب يعني بالعشرينات أو بالتلاتينات وعن بعصبه أنا كيف بدي هي لحظة عرفتي كيف يعني قبل كم يوم أعطيت محاضرة أو ورشة التحكم العصبية بجامعة النجاح حون فقلت لهم هي لحظة يعني أنا بس بدي أدرب نفسي وقت ما بلش أحس بالإنفعال هيصير عندي تغييرات فيزيولوجية بالجسم هيصير عندي تغييرات نفسية بتبلش المشاعر تزيد بتبلش أشياء بالجسم تشد في ناس بطات إجريها تبلش تشد في ناس كتافها في ناس راسها في ناس سيك فحسب أنت بتعرف جسمك بس تبلش تشعر بالشد ارجع خطوات للوراء أو اتنفس أو اشغل حالك شو الألوان اللي بالغرفة بتشتت الرسائل اللي رايحة من العقل للجسم العقل عم بيقولك اغضب انت معصب انت معصب لما تطلع على الألوان فالعقل عم بيقولك آه فيه ألوان فبتشتت هاي الرسالة وغالبا العصبية هي أني أنا عم بشوف الإشي من منظوري وبيدي إياك تشوفيه من منظوري وأنتي عم بتشوفيه من منظورك يعني أنا لو قلتلك شو شايفة شو حتقولي لي شايفة فراشة لا مش فراشة في صورة شاب وبنت يعني يمكن العتب على نظر هي ممكن أن نعود لنظر لا 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 مستحيل كيف هيك بتحكي أنا شايفة شاب وبنت أنت غلط هذا اللي قدامك عرفت كيف فهو يا أنت صح وأنا صح بالنهاية أنت صح وأنا صح لكن كل واحد حسب المنظور حسب الرأي فهي التوقعات اللي لدينا الأفكار والمعتقدات اللي لدينا الإشي اللي احنا مآمنين فيه لما يتصادم مع المآمن فيه الشخص اللي قبالنا من عصب وشان هيك في التربية بالحب من أهم أساسياتها هي التقبل رؤوا تمام العصبية أكتر عند الإناث ولا الشباب والله هالأيام عند الكل عند الكل طيب أنا أصلك سؤال أخير يعني بدأ نستغل للوقت معك يعني عارفين أنه عم بداهمنا إلا أنه فرصة أنه يعني نستفيد من خبرتك وتجربتك بالحياة هالسنوات الطويلة اللي عشتيها ببريطانيا هل فرق الثقافة العربية يعني الأجنبية هي كمام تتحكم بطبيعة الأفراد من ناحية عصبية نفسية أكيد في عدة عوامل بتساهم في موضوع العصبية والغضب منها الثقافة منها الوعي الذاتي منها المكان اللي إحنا فيه منها المزاج ومنها الوضع الصحي وشان هيك دائما بقول للناس في الدورات لما أنا أعرف مثلا أنه مكان معين بينارفزني فبدي أكون مهيأ وألاقي خطة بديلة شو ممكن أعمل إذا أنا وضعي صحي مثلا النساء في وقت في الشهر كتير بتكون مضطربة ما تعملي خطة صعبة في هذا اليوم يعني شوي يكون لدينا وعي بأنفسنا وبحالنا حياتك ببريطانيا هي اللي سهلت عليك أن تربي خمس شباب عندك اسم الله عن طريق الحب أعطتني الفرصة ما كانت سهلة أبدا الحياة ببريطانيا مش سهلة زي ما ناس بتفكر تجربتي أنا الشخصية ما كانت سهلة نهائيا كان تحدي كبير لكن أعطتني فرصة أني أدرس وأني أطبق اللي بدرسه ومارسه مع أولادي فأقدرت أني فعلا أطلع بمشروع التربية بالحب وهلأ عم بدرب عليها الألاف والحمد لله أولادي يعني متشبعين بالحب وعم يعطوني هلأ الحب اللي أنا أعطته بني الحمد لله طب قبل ما نختم أنا في سؤال ببالي يعني إحنا مش رح نضحك على حالنا ونحكي إنه إحنا ما رح نتعرض لمواقف ممكن أنها تزعلنا أو تغضبنا خلال تعرضنا لهاي المواقف كيف ممكن ندارك كيف ممكن ندارك الموضوع كيف ممكن نتصرف مع الأمور كل ما بنقدر ننسحب من الموقف بيكون أفضل الحلول لحظة ما بلشت أحس أني أنا بدي أعصب أو بدي أدايق أو بدي أتلف أشياء أنسحب وصلتني مسج ووترتني كثير مش ضروري أرد فورا جاني تليفون بزعل أو شفت حدث سوى موقف كثير تضيئات إذا برد فورا أغلب الأوقات رح أحكي شيء أندم عليه بعدين أو رح يطلع مني شيء أندم عليه بعدين إذا قدرت أمسك حالي ممتاز إذا ما قدرت وتلفظت بأشيء ثقافة الاعتذار مش عب ولا غلط بالعكس نطيب خواطر بعض اللي أنا بنصح فيه دائما في الدورات أنه بعد ما يصير الموقف نقعد مع ألم وورقة نكتب الموقف اللي صار ننتبه شو كانت الأفكار ما هي الأفكار يعني شوفت لما مسكت التليفون أنت قلت شيء أنا قلت شيء الأفكار اللي دارت في راسي هي اللي دفعتني أني أعصب يمكن عادت أقول بضحكوا علي بدهم شياني تعمدوا ما ينادوني مش عارف إيش هاي الأفكار كلها من أنماط التفكير السلبية إذا المشاهدين بحبوا يستفيدوا أكتر عن الموضوع للأفكار وأنماطها في إلي تسجيل على يوتيوب على قناتي التربية بالحب عن أنماط التفكير السلبية بقدروا ينتبهوا فعلا شو هالأفكار اللي بتدور براسهم بالتالي ينتبهوا برضو شو مشاعرهم كانت مثلا ممكن تقول آه هو ما بيحبني عشان هيك هو عمل هيك عمري ما بدي أرجع عندهم هذا مش شعور هاي حالة شو تحس إذا حدا ما بيحبك بتحس بالحزن بتحس بالإحباط بتحس بالإهانة مثلا فانتبه لمشاعرك هاي تعامل معها اتقبلها بداية اصبر عليها لتهدى بعدين بتصير أقدر إنك تتحكم بالموقف عد للعشرة يعني إحنا دايما ننصح للناس إنها ما تتصرف بشكل مباشر دايما تتأنى شوي في وقت الغضب بعدين تتصرف لأنه حتى ما تتشرف وفيه برضو على قناتي أكتر من فيديو بشرح بالتفصيل عن موضوع التحكم بالعصبية إذا فيه أي حدا بيحب يستزيد الموضوع أكيد بيشرفنا قناة على اليوتيوب بحياتنا لإلك شكرا لكم شكرا لكم وفخرين فيك ونجاحك في الغرب وقدومك هون وإنت عم تربس كمان الزي الفلسطيني أدى لسه فيه انتماء وحنين للوطن أكيد طبعا أكيد وإجيت خصوصي حتى ننشر ثقافة التربية بالحب لأنه مجتمعاتنا بحاجتها فعلا عشنا بحاجة لإلها كتير ترجمة نانسي قنقر